إيران مستعدة لدفع 150 ألف دولار لكل عائلة فجعت بتحطم طائرة الركاب الأوكرانية في سنة طهران هذا ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وزارة الخارجية الأوكرانية في ردها رأت أنه من السابق لأوانه الحديث عن أية تعويضات قبل الانتهاء من التحقيق والتحديد أسباب المأساة مبلغ التعويض يجب أن يحدد عن طريق المفاوضات الخاضعة لعدة عوامل مختلفة ولهذا نطالب الطرف الإيراني بالتعاون وتحديد أسباب المأساة وتحميل المذنبين عواقب أعمالهم لذلك من المبكر التحدث عن هذه النتائج النهائية لأننا ما زلنا في مرحلة لا يمكن فيها التحدث عن حجم مبالغ التعويضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر